كونسان طيبين معاكم كابتن عبد الرحمن هنتكلم النهاردة عن ازاي ان يتجنب العطش اثناء السيام كتير مننا بيتعب في السيام وبيحس بالعطش طول الوقت وده بيكون بسبب حاجات كتير منها درجة حرارة الجو او ان انت بتعمل مجهود كبير اثناء السيام عشان نتجنب العطش اثناء السيام هنبعد عن المخللات ونبعد عن ملح الكتير في الاكل والفلفل حرار عشان يبقى فيهم سوديوم كتير ودها يحسسنا بالعطش وفيه حاجات تانية بتسبب العطش اي ان احنا نبعد عنها زي الحلويات مش هنأكل الحلويات خالص هنبعد عن المشروبات اللى فيها سكر كتير نقدر نقلل السكر على قد ما نقدر عشان هاتحسسنا بالعطش ومن ضمنMER حاجات دي برده زي الحلويات والعصاير اللى فيها سكر كتير ممكن نستبدلها بعصاير ليس من غير سكر خالص وزي ما فيه حاجات بتحسسنا بالعطش في حاجات تانية تقدر تساعدنا ان احنا ما نعطاش نقدر ندخلها في أكلنا زي الطماطم والخيار والخص وعشان نكون خدنا كمية الماء اللي احنا نحتاجينها مش هنشرب أقل من 3 لتر ماء في اليوم من الفترة اللي ما بين الفطار والصحور وزي ما قلنا على الخضروات اللي احنا هندخلها في يومنا عشان ما نحسش بالعطش وكمان فيه أنواع فواكه هتقدر تمدنا بالسوايل اللي احنا فقدناها أثناء السيوم زي الموز والبرتقان والعنب والشمام والبطيخة بالنسبة لواجبة الصحور هندخل فيها زبادي أو لبن رايب أو جبن قريش هيساعدونا اللي احنا نشبه على فترة أطول ومش هنحس بالعطش كان معاكم كابتن عبد الرحمن استنوني الحلقة الجاية معلومات أكتر